أعلن الجيش الإسرائيلي تشكيل لجنة استشارية لدراسة ظروف احتجاز معتقلين فلسطينيين في ثلاث منشآت إسرائيلية بعد شكاوى عن تعرضهم للتعذيب والانتهاكات وسوء المعاملة المدعية العسكرية في إسرائيل قالت إن التعامل مع الأمر يجري بجدية فيما طالب حقوقيون إسرائيليون بإغلاق هذه المنشآت أسطى تقارير صحفية تشير إلى وفاة 27 محتجزا داخلها منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر كيف يمكن قراءة قرار تشكيل لجنة تقييم وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وهل هناك تباين داخل إسرائيل بشأن هذا الملف انتهاكات وتعذيب وسوء معاملة وسوء تغذية أمور ارتبطت منذ بداية هذه الحرب بثلاث منشآت اعتقال إسرائيلية إزديتمان وعنتوت وعوفر بحسب شهادات تنقل عنها جهات حقوقية معتقلات احتجز فيها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب من يقول أنه يشتبه في ضلوعهم بأعمال إرهابية بناء على القانون الخاص بحبس المقاتلين غير الشرعيين الجيش الإسرائيلي قال أنه بعد ورود دعاءات تتعلق بظروف الاحتجاز فإن رئيس الأركان هاليفي أوعز بتشكيل لجنة استشارية لدراسة ظروف حبس معتقلي الحرب في منشآت تخضع لمسؤولية الجيش وأنها ستقدم التوصيات خلال مدة أقصاها 21 يوما تتناول التحقيقات التي فتحت الشرطة العسكرية في حوادث أثارت شبهات بارتكاب جرائم جنائية للدعاءات التي أثيرت حول ظروف الاحتجاز في مركز اعتقال سديتيمان ووافاة معتقلين نحن نتعامل مع هذه الدعاءات على محمل الجد ونتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق منها جمعيات حقوقية تقدمت بالتماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا تطالب بإغلاق منشآت اعتقال سديتيمان الواقع في الجنوب مشيرة إلى أن الإعلان عنها منشأة اعتقال وفق قانون مقاتلين غير شرعيين مشروط بإمكانية ضمان ظروف احتجاز ملائمة للمعتقلين هناك بما لا يضر بكرامتهم وصحتهم وبموجب القانون الإسرائيلي والدولي في البداية لم يسمح لأحد بالدخول إلى مخيمات الاعتقال العسكرية وكل ما نعلمه جاء من خلال محتجزين أطلق صراحهم إلى غزة وإسرائيليين بدأوا بالكشف لوسائل إعلام أجنبي عما شاهدوه في تلك المعسكرات الشهادات مروعة وبحسبها فإن المحتجزين وضعوا في أقفاص مع صومي الأعين مقيدي الأيدي على مدار الساعة يجبرون على الركوع على أقدامهم معظم الوقت ويتلقون علاجا طبيا سيئا للغاية وقليلا من الطعام يمكن رؤية صور لأشخاص أطلق صراحهم من تلك المعسكرات وقد بوترت أطرافهم بزعم تلوث جراحهم نتيجة افتقارهم لرعاية طبية ملائمة صحيفة هارتس الإسرائيلية كشفت عن وفاة 27 معتقلا من غزة في منشآت الاعتقال الإسرائيلية منذ بداية الحرب وحتى شهر مارس دون إعلان رسمي حتى الآن في هذا الإطار وتشير تقديرات منظمات حقوقية إلى أن الجيش الإسرائيلي اتقل منذ بداية الحرب نحو أربعة آلاف شخص من غزة أطلق صراح قرابة الألف وخمسمائة منهم لعدم وجود أدلة بطورطهم في أعمال مسلحة محمد الصياد الحرة من مدينة القدس ينضم إلينا منتل أبيب عضو كنيسة السابق في حزب الليكوت مايكل كلينر أهلا بك سيد مايكل هذه الجهاد الرسمية تأخذ على محمل الجد هذه الاتهامات حول ما يرتكب في هذه المعتقلات من انتهاكات وتعذيب وسوء معاملة حقيقة أن الجيش يحقق هذه تثبت ذلك ولكن الجمهور الإسرائيلي محتار لأن الإنسان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء السجناء إرهابيون قاموا بالهجوم في السابع من أكتوبر واقتصبوا النساء والأطفال وبدأوا الحرب بدون أي استفزاز بينما المدنيين المسنين والنساء والأطفال أبعدوا عن بيوتهم في جنوب إسرائيل وأخذوا إلى أنفاق حماس بدون أن يصلهم الصليب الأحمر أو معلومات عنهم رضع لا نعرف ما حدث لهم وهناك بعض الناس في إسرائيليين يمارسون أو هذه معايير مزدوجة من ناحية ينتقدون تعامل إسرائيل مع الإرهابيين ولا يهتمون من ناحية أخرى أن المدنيين الإسرائيليين يعذبون هذا يسمونه معايير مزدوجة نعم نعم سيد مايكل نعم فهمناها في العربية وترجمت أيضا ولكن أيضا بطبيعة الحال أنت تقول بأن هذه الأساليب التي تستخدم مع هؤلاء المعتقلين لأنهم ارتكبوا ما جرى في السابع من أكتوبر بعد وفقا لتقارير عديدة فإنه بعد السابع من أكتوبر تم اعتقال أكثر من أربعة آلاف فلسطيني هل كلهم شاركوا في السابع من أكتوبر يعني حتى لو شاركوا حتى المتهم بجريمة القتل هل يجب تعذيبه أو يحاكم أولا لا أعتقد أن هناك تعذيب هناك تقارير حقوقية تتحدث سيد مايكل نعم تقارير حول التعذيب لحظة مهمة أن نقول أن الكثير من الناس المعتقلين وجدنا بعد التحقيقات أنه ليس لديهم أي علاقة بالإرهابيين وحماس أولئك الناس أطلق صراحهم أولئك الذين بقوا في السجن لهم صلاة بالإرهابيين بما في ذلك ما حدث في السابع من أكتوبر يعني كل من بقي كما تقول سيد مايكل هم لهم علاقة بحماس طيب حتى لو ذلك حتى وأن كان هناك أيضا تقارير تشكك في نظرية أو في سردية أنه تمت حالات اغتصاب أو قتل للأطفال ولكن حتى لو تم ذلك هل يعذبون يزجنون في أقفاص يجبرون على الجلوس وهم راكعين مثلا أو يحاكموا لا 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 أحد يجب أن يعذب وإسرائيل لا تعذب الناس نحتاج إلى تحقيق وسيكون هناك تحقيق مرة أخرى مهم هذا مهم ولكن السؤال لماذا العالم لا يضغط على حماس كي تسمح بالوصول إلى المدنيين المختطفين وهم ليسوا مقاتلين أو إرهابيين والكثير منهم في مناطق ساعدة الفلسطينيين وأوصلتهم إلى المستشفيات وهناك من قتل واختطف وعذب وعائلاتهم لا تعرف عنهم شيئا كما قلت هذه معايير مزدوجة تضايق ولكن إسرائيل لا تأخذ مثالا من حماس هي تطالب حماس أن تظهر الحد الأدنى من الإنسانية تجاه الإسرائيليين يجب أن نفهم أن هناك إسرائيليين ينتقدون الحكومة والمدعي العام المدعي العمومي يقول لا يمكن السيد سنوار كان في السجن الإسرائيلي لسنوات وأنهى شهادة جامعية هناك نعم تقارير إسرائيلية سيد مايكل تتحدث عن سبعة وعشرين معتقلا قتلوا أو توفوا في هذه المعتقلات الآن تم فتح تحقيق تشكيل لجنة لدراسة حبس المعتقلين طبعا بإعاز من رئيس الأركان هاليفي هل يعول على مثل هكذا تحقيقات إذا كان هؤلاء يتواجدون في معتقلات للجيش ويقوم الجيش بتشكيل لجنة للتحقيق فيما يفعله الوحدة التي ستقوم بالتحقيق منفصلة عن مصلحة السجون وإذا كان هناك أي أخطاء وأشياء لا يوجد ما يبررها فسيكون هناك عقاب هناك من يقول أن الإسرائيليين غير قسا مع الإرهابيين لا يمكن إنكار عدم فهم غضب الجمهور الإسرائيلي بالنسبة له هذه النقطة أريد أن أسأل عنها سيد مايكل هل هناك تباين في الداخل الإسرائيلي حول طريقة التعامل مع المعتقلين وهل هناك وجهة نظر مختلفة أعتقد أن السؤال الأساسي بعض الناس يقولون يمكن أن تكون أكثر قساوة أو تمنحهم فرصة أقل لمشاهدة التلفزيون أو طعام أقل ولكن الناس كلها ضد التعذيب لا أحد يريد تعذيب المساجين أو حرمانهم من الرعاية الطبية بعض الشكاوى هي أنهم في المستشفيات قد يقيدون يد المريض لا أعتقد أن المختطفين لدى حماس لديهم فرصة الذهاب إلى المستشفى ويكون هناك سؤال هل نقيد أيديهم أم لا إجابة صغيرة كما يقولون شكرا جزيلا لك منتال أبيب بعضو كناسة سابق في حزب الليكوت مايكل كلاينر تنضم إلينا منتال أبيب المتحدثة باسم منظمة بتسليم الحقوقية ساريت ميخايل أهلا ومرحبا بك ساريت في البداية كيف توصفين هذه التقارير التي تتحدث عن ظروف إنسانية عن تعذيب في ثلاث معتقلات هي سدي تيمان وعنتوت وعوفر هذه التقارير ظهرت في الإعلام الإسرائيلي وفي الإعلام الدولي في الأيام الأخيرة وهي تؤكد أشياء كنا نسمعها لأشهر من محتجزين فلسطينيين أفرج عنهم من هذه المنشآت إلى غزة وإلى الضفة الغربية احتجزوا وأطلق صراحهم وأيضا من أناس آخرين خدموا داخل هذه السجون وكشفوا ما يجري فيها وقالوا أشياء مشابهة لما قاله المساجين وهذا أيضا يتطابق مع أشياء سمعناها من محامين زاروا في حالات نادرة سمح لهم بزيارة محتجزين وكل هذا يرقى إلى صورة واضحة جدا صورة خاصة بانتقام جماعي تعذيب جماعي ضد المحتجزين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية هذه ليست فقط للفلسطينيين من غزة المشتبة في انخراطهم بالفضائع المروعة التي ارتكبتها حماس ضد المجتمعات الإسرائيلية وإنما أيضا ضد فلسطينيين من الضفة الغربية نحن نتعامل مع ظروف قاسية جدا فيها الكثير من العنف بما فيها الضرب والكثير من الأشياء مثل حرمانهم من الطعام أو أن كمية الطعام قليلة جدا في السجون والناس أيضا يتدورون جوعا بشكل بطيء وكما قلت هؤلاء ناس ليسوا فقط من غزة وإنما من الضفة الغربية ويعانون من نفس الظروف وصورة الكبيرة التي تظهر من كل هذه المعلومات هي أن بصلحة السجون الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية بشكل عام يريدون الانتقام من الفلسطينيين لما حدث في السابع من أكتوبر ويريدون إظهار للعالم والإسرائيليين أنهم لم يكنوا لينين أو كانوا قساء مع المحتجزين الفلسطينيين وأيضا هناك شيء مرتبط بإرسال رسالة عن الرهائن الإسرائيليين تجويع المحتجزين الفلسطينيين وحرمانهم من رؤية المحامين ومن الصعب أن يروا محامي ومن الصعب أن يكونوا على اتصال مع عائلاتهم كل هذه رسائل انتقام قوية ترسلها إسرائيل إلى الفلسطينيين ونعم هذا يرقى للتعذيب ويرقى للمعاملة السيئة وهذه غير قانونية بخض النظر عن هوية المحتجز كل ما تتحدثين عنه من ظروف غير إنسانية يعيشها هؤلاء المعتقلين ولكن قلت بأن الحصول على مثل هكذا معلومة هي ممن خرجوا أو من المحامين أو ليس هناك من قبول لمنظمات حقوقية مثلكم أو نحن ليس لدينا القدرة على دخول مراكز الاحتجاز ولكن هناك عدد صغير من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية وعدد من المحامين الذين توفرت لهم فرصة زيارة المحتجزين نحن لا نستطيع الذهاب إلى مراكز الاحتجاز ولكن بعض المحامين على اتصال بالفلسطينيين المحتجزين ويذهبون إلى موكليهم ويتحدثون إليهم وهؤلاء يحكون عن الظروف التي يعيشون حتى الآن لا يوجد مراقبين إسرائيليين من منظمات حقوق الإنسان للتحري عن ظروف الاعتقال والنظر على الموقف في الزنازين وكمية الطعام والحديث مع أعداد أكبر من المساجين ولا توجد زيارة من الصليب الأحمر مرة أخرى هذه إجراءات عقوبية إسرائيلية لإرسال رسالة إلى حماس إلى أن تسمح بزيارة رهائننا من الصليب الأحمر لن نسمح نحن بالزيارة ونرفض هذا الموقف ونعتقد أن احتجاز رهائن إسرائيليين من قبل حماس هي جريمة حرب وهي غير قانونية وغير أخلاقية والرهائن يجب أن يعود فورا ما تفعله حماس شنيع احتجاز رهائن إسرائيليين في غزة بدون أي اتصال بالعالم وبدون أن يعرف أحد عن ظروفهم وعن معاملاتهم ولكن هذا لا يسمح لإسرائيل بعمل نفس الشيء إسرائيل تزعم أنها دولة ديمقراطية وتلتزم بالقانون الدولي وتعمل بالضبط نفس ما تعمله مجموعة تسميها إسرائيل منظمة إرهابية إسرائيل تنخرط في نفس الأنشطة لهذا السبب نحن نعارض هذه المعاملة هذا لا يمكن أن تقول لأن حماس تفعل هذا لرهائننا لا بأس أن نفعل هذا الشيء ضد الرهائن الفلسطينيين المحتجزين الحديث الآن عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع هؤلاء المعتقلين هل يعول على مثل هكذا تحقيقات هكذا أعتقد أعتقد أن من الواضح جدا أن هذه اللجنة التي أعلن عنها والتي تشكلت نتيجة للضغوط الدولية على إسرائيل عبر العمليات التي تحدث عبر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية من الواضح أن إسرائيل ما كانت ستعلن والجيش ما كان سيعين هذه اللجنة كان يمكن عمل هذا قبل أشهر وأن يتم النظر على هذه المواضيع قبل أشهر ولكن هذا لم يتم واضح أن السبب أن الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيحقق في هذه الاعتداءات هذا ناجم عن الضغط لتخفيف والتظاهر بأن كل شيء على ما يرام وأن كل شيء يتم التطرق له ونحن نحاجج ونقول هذا غير صحيح إسرائيل جيدة في تصنيع واختلاق التحقيقات وخلق جبل من الأوراق لإظهار أنها تحقق وأنها تنظر في الانتهاكات وتعاقب المسؤولين ولكن حقيقة الأمر هذه التحقيقات ليست حقيقية ليست محاولات حقيقية لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المذنبين هناك آليات لتستعملها إسرائيل لتبرير معاملاتها للفلسطينيين وأيضا تقوم بأعمال عدائية في غزة والضفة الغربية هذه قصة طويلة ولكن عندما تنظر على كيف أن السلطات الإسرائيلية تتعامل مع مزاعم الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وهذا الرقم الهائل من المزاعم الخطيرة وذات المصداقية وأن القوات الإسرائيلية تنتهيك حقوق الإنسان والقانون الدولي هذه سياسة طويلة للأمد للقاء اللوم هذه التحقيقات ليست حقيقية بما تبقى لنا من وقت ساريت لو سمحت لي بما تبقى من وقت هناك جمعيات حقوقية تقدمت بالتماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا بإغلاق هذه المنشآت ومنها مثلا منشآت سادي ثمان هل يمكن تحقيق ذلك أو تبقى ضمن إطار المطالبات خاصة في ظل إدارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير نحن لسنا جزءا من الالتماس وبالتالي لا أعتقد أن لدي القدرة على الرد على هذا السؤال ولكن أقول التالي لو المحكمة العليا الإسرائيلية فعلت شيئا لتحسين ظروف اعتقال الفلسطينيين فأنا متأكد أنها ستهاجم من جانب اليمين الإسرائيلي ومن جانب وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنا متأكد أن المحكمة ستفعل ذلك نتيجة لمخاطر الإجراءات الدولية ضد الإسرائيليين هذا هو الشيء المهم المدعي العام للمحكمة الجنائية رفض المزاعم الإسرائيلية ومهم أن نقر أن النظام الإسرائيلي لا يعمل كآلية تحقيقية تحقيقية ولكن للتضليل ولهذا نرفض المزاعم بأن هناك قدرة على التطرق لهذا الموضوع من الداخل وصلت الفكرة للتدخل الدولي من تل أبيب المتحدثة باسم منظمة بيتسليم الحقوقية سارت ميخائلي شكرا جزيلا لك دفعي المزاعمل